البلاد ذاهبة في طريق يتسارع خطره ولا بد من وقفة جادة لكل عقلاء تونس وحكامها مدركين بأننا نمر بمرحلة انتقال ديمقراطي صعبة وعلى التونسيين استعادة الثقة في أنفسهم بهذه الكلمات عبر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل بقرار من رئيس قيس سعيد عبر عن تصوره للأزمة في بلاده مستشرفا عمق الهوة التي تندفع نحوها البلاد بفعل تفاقم الصراع السياسي بين الرئيس وخصومه الذين أطاح بهم من المشهد منفردا بالسلطة في تونس بحسب وصفهم الأيام القليلة الماضية حملت تصعيدا جديدا للأزمة بعدما اعتقلت قوة أمنية لسيف الدين مخلوف رئيس ائتلاف الكرامة المعارض لسياسات الرئيس متذرعة بصدور حكم من القضاء العسكري بسجنه 14 شهرا بتهمة إهانة الشرطة خلال احتجاج في مطار قرطاج عام 2021 خطوة أمنية نالت تنديدا واسعا من قوى المعارضة إذ قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشاب تعليقا على الأمر أن تونس اليوم باتت دولة لا قانون وإنها تعيش مرحلة محاولة اغتيال الحرية وهدم الديمقراطية والانتقام من الخصوم السياسيين حيث تؤكد منظمات حقوقية أن المحاكمات العسكرية للمدنيين أصبحت شائعة بشكل متزايد في تونس منذ انفرد قيس سعيد بالسلطة عام 2021 وحل البرلمان وأقال الحكومة يحدث هذا بالتزامن مع ذكرى مرور 12 عاما على الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي كما يحدث في وقت يتطلع فيه الشارع التونسي إلى إجراءات اقتصادية واجتماعية سريعة وفعالة تنقذه من البطالة وغلاء المعيشة وبالطبع يتطلع الشارع كذلك إلى إجراءات سياسية تنهي الأزمة وتضع البلاد مجددا على طريق الحرية والتعددية السياسية والبعد عن سياسات الإقصاء والتهميش التي تدفع بالبلاد نحو مستقبل غامض ترجمة نانسي قنقر